ليش مصار صد يعني هسا قليم كردستان وقوات البيشمارقة لما اجى داعش وكان قوة كبيرة جدا في وقتها صدوهم وحاربوهم وقاتلوهم وخلقوا استراتيجيات ناجحة بمساعدة التحالف الدولي وغيرها هذا الشي ليش مصار مع البككة ولا نظر بيه وكأنه يعني خلاص تركوهم خليهم موجودين لماذا لم يتم مثل هذا الاجراء ضدهم كما تم ضد داعش سيد الكريم اولا حزب البككة احنا يعني سبق وانتخذنا اجراءات كثيرة وهذا الكلام اني اتكلمه قبل اكثر من سنتين او سنة ونصف من زار السيد الرئيسة كانت جيششانك في وقت الفريق عثمان الغانمي وكانت هناك مقيدات ومحددات كثيرة البككة حزب العمال الكردستاني هو موجود بالعراق مليون برحة هم نسبة كبيرة منهم مع عوائلهم هم عراقيون الاصل نعم هناك اختلاف هناك اعتراضات ما بين حزب البككة وتركيا ولكن هذه تعتبر حجج تم انشاء يعني خطوط مسافات آمنة اتجاوزت المسافة في وقتها اذكر يعني خلال الاجتماع اكثر من 30 كيلومتر اي تأثيرات قوية تتصورون يعني يتصور السيد المشاهد او تتصور تركيا تشعر الجميع الى انها يعني مظلومة تجاه البككة ابدا يعني هذه حجج يعني سبق وان اتاقشت بهذا الموضوع مع قادة كبيرة يعني كبار في هذا المجال يعني بالبككة تعديدا يعني ليس لديهم التجاوزات الحقيقية اللي هي تسيء للمواطن التركي او تسيء لامن تركيا بشكل كبير